السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون الفيديو بتاع النهاردة أنا عاملاه لليلة عيسى هي طلبة مني فيديو البقلاوة وفيديو للبسبوسة أنا عملت لها الاتنين في وصفة واحدة هبتدي الأول بفيديو البقلاوة على فكرة دي رابع مرة أسجل وأتمنى أن المرة دي إن شاء الله ما تحصلش مشكلة أنا طيب تبصر هالفيديو ده تعبني جدا البقلاوة طبعا من أسهل الحلويات اللي ممكن تتعمل مش محتاجة أي مجهود ولا تعب بشتري بقلاوة جاهزة للجلاش ويدوب سمنة وسكر وحاجات كده بسيطة وتطلع حاجة جميلة جدا عشان أعمل صانية بقلاوة أنا هستعمل نص كيلو من عجينة الجلاش ويفضل تكون من نوع جيد وتكون صبحة وتازة وهعمل لها الشربات أول حاجة كبايتين سكر أحط لها كباية وربع مية لو أنتوا عايزين اللي بقلاوة مقرمشها لو عايزينها طرية يبقى تنين سكر واثنين مية أو السكر قد المية كباية وكباية لو بتحبوش سكر كتير وعصرة لمون ونغليها على النار وبعد ما تغلي نسبها خمس دقائق بجهز المكسرات أو الحشوة أنا هنا مستعملة فول سوداني بكسره كده خفيف ببرطمان العسل لو عايزينه ناعم أوي تحنوه في الخلاط بس الأفضل أنه هو ما يكونش ناعم أوي بعد ما بكسر المكسرات بتاعتي أو السوداني اللي أنا بستعمله أنا عايزة خشن مش عايزة ناعم حصوب بوفبولة وبعدين عايزة يمسك يبقى متماسك إزاي؟ هستعمل عسل نحل أو هستعمل عسل الجلوكوز أو شربات بتاع الحلويات بس يكون تقيل بقلبه كويس بعد ما يمتزك هبتدي بقى ايه؟ أعمل البقلوة بتاعتي المعشية هيخد ورقة ولازم بقيت كمية الجلاش أغطيها بسرعة بفوتة من الدية أو بقماشة نظيفة وأسيب بس الورقة اللي أنا بشتغل فيها لأن الجلاش ده بينشف بسرعة جدا لما يتعرض للهو بس تعمل كمية من السمنة السايحة أو الزبدة أو الزيت زي ما تحبوا بس يفضل بلاش زبدة عشان بيبقى فيها نسبة رطوبة لو أنتو مش عايزينو طري أنا عايزة مقرمش بعد ما بتدهنوه بالسمنة السايحة بتحطوه في النص الحشوة وبنعملها على شكل كده عصايا وبعدين بنلفها ونحطها في الصينية ونعمل غيرها ونلفها وهكذا أنا نص ولادي بيحبوه محشي والنص بيحبوه سادة فأنا هأعمل الصينية نصين عملت النص المحشي هأعمل بقى النص السادة بقيس بمقاس الصينية كده مقاس نص الصينية هكمل برضو بقيت الجلاش هبتدي أفرده بقى في الصينية وأحط بين كل ورق الجلاش والتانية أحط شوية سمنة سايحة زي ما أنتو شايفين سهل جدا وفي الآخر بحط شوية سمنة كده بسيطة على الوش وهقطعها قبل ما دخلها الفرن بخبزها على درجة 160 لمدة نص ساعة أو أقل كمان لأنه ما ببقى شعزها غمعة أول ما تخرج من الفرن بسقيها فورا بالشربات بعد ما تكون بردته وبكده خلاص بقى عندي بقلاوة مفيش أسهل من كده الوصفة التانية هي البسبوسة البسبوسة برضو من الوصفات السهلة جدا في بسبوسة جاهزة وفي بسبوسة إحنا بنعملها بأيدينا بنعمل خلطة بتاعتها بنستعمل معاها لبن حليب أو لبن زبادي حسب المتوفر وهو معظم المحلات بيستخدموا اللبن الحليب البسبوسة طبعا لو أنتوا عايزينها طريقة زي بتاعت المحلات يبقى هتعملوها زي ما حقول لكم نغاردة أولا أما بختار دقيقة السمولينا اللي بستعملوه في عمل البسبوسة أختار الحبات ما تكونش نعمة قوي وما تكونش خشنة قوي تكون مقسها متوسط ولما أشتغل ما بعجنش كتير عشان ما تعملش معاي عرق وما تبقاش إيه زي الفطيرة بحتاج عشان أعمل صانية متوسطة نصف كباية سكر كباية لبن معلقتين أو ثلاث معالق من عسل النحل أو عسل جلوكوس وبحتاج كباية سمنة سمنة لينة مش سايحة ومش جمدة ونصف كيلو من دقيق السمولينا أو دقيق السميد بيتباع سعيب عند العطار أو معلب في السوبر ماركت النصف كيلو حوالي كبايتين ونصف هيا العلبة دي بتبقى نصف كيلو بنزل السمنة على دقيق السمولينا وأخلطهم مع بعض وبعدين أبتدي أبسهم أخلطهم الأول مع بعض بالمعلقة وبعدين أغلق أخلي حبات السمولينا أو دي السميد كلها تبقى متغلفة بالدقيق بدعكها كده بدلقها بإيدي دي كده اسمه بس ببسهم لحد ما تتغلف تماماً كده خلاص عندي دي السميد جاهز هبتدي بقى أحط اللبن وأدوب فيه السكر والعسل ممكن استغنوا عن العسل على فكرة أحياناً ميبقاش عندي وما بقى حطش وبتطلع تقريباً نفس النتيجة بس تبقى تزودوا كمية السكر شوي بعد ما خلاص بيدوب كويس بصب الخليط ده على خليط دي السمولينا مع السمن ممكن تحطوا فانيليا على فكرة ممكن تحطوا مورد وممكن تحطوا جوز هند بنقلب بقى تقليب خفيف دي حاجة مهمة برضو لإني لو ابتديت أعجن زي ما بعجن العيش ولا الفطاير هتطلع هدام العرق وهتطلع نشفة يعني هيبقى كإني بعمل فطيرة أنا مش عايزها كده أنا عايزها مفرولة عايزها تشرب الشربات وتبقى مفرولة في نفس الوقت بنقلبها كده خفيف خلاص بعد ما كل حاجة بتمتزج بوقف بقى التقليب وهجيب صانية وقدهنها سمنة وهصب فيها الخليط اللي احنا عملناها في ناس بيدنوها طحينا بس أنا بفضل أدهنها سمنة يعني بتخلي طعمها أحسن وبتبقى مقرمشها أفتر من تحت بعد ما خلاص بصب الخليط بابتدي أعمل إيه؟ بهز الصانية شوية عشان يتساوي السطح وخبطها كده شوية عشان إيه؟ لو في فقعتها أو حاجة تخرج بسيبة تستريح نقص ساعة على الأقل بعد كده بتكون تمسكت أقدر أقطعها بعد ما بقطعها بزينها بالمكسرات اللي هو بالفول السوداني يعني وبدخلها الفرن على درجة 160 دقائق 160 درجة لمدة 45 ديلي في الوقت ده هعمل الشرباط السكر قد المياه المراتي اتنين سكر واثنين مياه وأحط عصرة لون وأبتدي أحط الشرباط على النار أنا عايزة الشرباط يبقى سخن والبسبوسة خرجها من الفرن سخن عشان تبقى طارية بنحط لها كمان معلقة سمنة عشان يعني تبقى خراب مستعجل اللي عامل دايت واتهوبوا ناحية البسبوسة خرجت البسبوسة دلوقتي وهي سخنة والشرباط سخن هصبهم على بعض طبعا هي مش هتشرب الشرباط كله على طول من أول مرة أنا بصبه بشويش وبستنى عليها حبة حبة كده وبستنى عليها لحد ما تتشرب كل ما تتشرب بزود لها كمان شوية شرباط لحد ما أخلص كل الكمية عشان تطلع طارية وحلوة بتحطوا كمية الشرباط كلها على البسبوسة البقلاوة ممكن ما تحطوش كل الشرباط لكن البسبوسة لازم تحط كل الكمية اللي أنا قلتها كبايتين سكر وكبايتين مية بنغطيها طبعا ونسيبها طول الليل لحد لما تتشرب تماما بس أنا ما ما سبتهاش طول الليل ولا حاجة أنا سبتها بس لمدة ساعة وهي برق متمسكة لسه شوية هي وشربت الشرباط كله ورحتها جميلة جدا والواحد مش قادر يستنى بها عايزة أدقها لازم بسرعة البسبوسة دي بتبقى طعمة جدا جدا بس طبعا إيه تعمله حسابكو اللي يأكل بسبوسة يعد يومين عمل دايت عشان إيه يعوض اللي هو الخراب اللي بيعمله وخلاص لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش أعملوا شير للفيديو وأعملوا لايك واشتركوا في قناتي لو كنتم مشتركتوش فيها ولو ليكوا أي طلبات أو أي تعليقات اكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو وأشوفكم في وصفة جديدة بيه اشتركوا في القناة